من النقط الملاحظة جداً في إمبارات الزهاب وعايزة تكلمني في إمبارات العودة بيها يعني ملأ بيها أنه ستيل أنا بحس أنه مع بيتسو موسيماني مع طريقة لعب بيتسو موسيماني سواء غير لتلاتة أربعة تلاتة أو أربعة 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 ثلاثة طبعاً أكيد يعني منها الإصابة الطويلة بعد الحالة الجيدة اللي كان عليها رامي ربيع الإصابة الطويلة شهر يمكن إن شاء الله بدايةً من شهر مايو إن شاء الله يبطل يرجع رامي ربيع لكن انت عملوا تغير كتير جداً جداً في خط الدفاع منها إضطراري ومنها اختياري بيعملوا بيتسو ده ده دي النقطة الأولى النقطة الثانية كان أفضل حوال الدفاع النادي الأهلي لما بيلعب بالتلاتة ليه؟ لإنه حمدي بيقفلوا الجاب المشاكل اللي عنده لإنه دايماً فاكر ده ما كنا بيتكلم على كارلس كروش كونه بنقول نجاح كارلس كروش مش هو نجاح الأفراد هو نجاح المنظومة اللي كونها كارلس كروش في الحالة الدفاعية لمنطقة بمصر نفس القصة أنت عندك مشكلة في المنظومة اللعيبة بتدافع ولا ما تدافعش بتقف وبترحل صحة ولا لأ علي معلول واحد من نجوم النادي الأهلي واحد من أهم مفتاح لعب النادي الأهلي عنده مشكلة دفاعية ما نقدرش ما نقولش إنه ما عندهش مشكلة دفاعية فلما بتلعب بربعة بيحصل حاجة من اتنين خطأ إجباري إما اللعيب الليفت سنتر باك أو قلب الدفاع ناحية الشمال بيروح يغطي في المنطقة فبيفتح سبيس في العمق أو إنه بيفضل مكانه فبيسيب السبيس اللي وراء عليه معلول فأنت بتستقبل من الجابها دي ولو نرجع ليه الهدف اللي تم استقبله النادي الأهلي من ناحية اليمين كلنا بنتكلم قبل المباراة على البنتريشن اللي بيشتغل عليه محسن متولي وحميد أحداد ولما نتكلم على مباراة العودة نتكلم عن نفس الطريق في الناحية الشمال كمان الخصم أو الناحية اليمين بتاعتها المشكلة دي برضو متواجدة في غياب أكرم طوفيق أنا أكرم طوفيق كان بيعرف يعالجها شوية أو يسدها شوية أكتر كمان من محمد هيني أو حتى كريم فوادي يعني دفاعين ما هي مشكلة الترحيل بقى كريم وانت لما بيحصل عندك جبهة أي جبهة بتسحب الجبهة كلها لأن الترحيل حتى لو تعمل صح انت لو رجعت البعض اللي قطط في المباراة اللي فاتت المباراة الزهاب هتلاقي محمد هيني بيغطي فين في الليفت سنتر باك محمد هيني بيدخل كل المسافة دي عشان يغطي في الاسبيس اللي مفروض ما تواجدش فيها فالترحيل ده بيخليك عبل ما بتعالج فترة أو بتعالج اسبيس أو جاب موجود عندك فرط الدفاع في ناحية هيفتح معاك فجابها تاني أكرم عنده ميزة الوان بوان أو الواحد على واحد لأنه هو العيب سي دي اما أو مركز ستة في الأساس فهو ممتاز في الواحد على واحد لكن هاني وأكرم كل الظهراء اليمين اللي موجودين في النادي الأهلي عندهم مشكلة تمركز نوعا ما هيا مش مشكلة أفراد أكتر منها منظومة الله ينور عليك هي مشكلة منظومة هي مش مشكلة أفراد هي مشكلة منظومة عشان بالمقارنة بكالوس كيروش اللي انت ذكرت اسمه مع منتخم مصر انه الأفراد كان بتتغير كتير برضو بس ما كنتش أبدا تحس بخلل في الدفاع منتخم مصر لأنه انت كنت مكون منظومة حميهم بلعيبة خط الوسط عشان كده قلت لك أفضل شكل للنادي الأهلي حتى دفاعيا انك تثبت التشكيل وتحاول انك تلعب بتلاتة أو أربعة تلاتة تلاتة عشان كده أنا متفق معاك ان هي مش القصة بس في الطريقة القصة هنبقى فيه لعيب تالت بيقفلك الجابس دي اللي هو حمدي فتحي دايما يا إما موجود ما بين الاتنين سنتر باك فأنت بتلعب بتلاتة وراء أو موجود قدامهم زي ما كان بيلعب في منتخب مصر عشان تحمي الاتنين بوجود حمدي فتحي فمهم جدا جدا انه تقفل الجابس دي